تحياتي أصدقائي يعني إذا الواح حكى بقولوا الواح حكى وإذا الواح ما حكى بقولوا ليش الواح ما حكى وشو بدي يحكي الواح لي يحكي صرنا حاكين في فيديو واتنين وثلاثة وعشر أنه المباراة يا جماعة بكرة تلاتاء ساعة سبعة بتوقيت دمشق أنت وياه وياه ليش رايحين على الملعب ليش رايحين على الملعب لتحضروا اليوم التنين يعني ليش رايحين على الملعب لتحضروا مباراة سوريا والكويت والديين قال والله شو تطبيق مدري انه تطبيق على جوجل على المتجر كاتب له انه المباراة اليوم ورايحين الشباب على الملعب ومعبين الأبواب وشالين الإعلام بيحضروا مباراة سوريا لكويت نزلت المنشور انا انه يا جماعة رايحين على الملعب المباراة موليوم المباراة بكرة نزل لي واحد هنا يا زلم انت الحواس يشعد دمكم خفيف عم تمزح اكيد والله ما عم تمزح والله يتواجد جماهير منتخبنا بالملعب لحضور مباراة سوريا والكويت اه شافوا على احدى البرامج انه المباراة اليوم يا جماعة للمرة المليون والمليونين سوريا والكويت تلاتاء بكرة ساعة سبعة بتوقيت دمشق لا بقى حدي يرجع يقول لي اليوم وتطبيق مدرش وصفحة اتحاد كورت القدم عم تقول لك نهار تلاتاء يعني نهار تلاتاء حتى نهار تانين هلا نهار تلاتاء بالنسبة للنقل التلفزيوني هو الشيء اللي لا حول ولا قوة اذا الواح ما حكى بالنسبة للنقل التلفزيوني نفس البرنامج اللي عاطيك اليوم انه المباراة اليوم التنين كاتب لك انه قنوات دبي للأماني يعني ما بنعرف شو قنوات النقلي حتى اللاعبين ما بيعرفوا ما في حدي بيعرف شو قنوات النقلي ممكن انه المباراة ما تنقل بسبب خطة شكزولو يعني ممكن انه خافوا على خطة شكزولو والعالم تتعلم مننا اشلهم بيلعبوا كرة القدم حديسي يعني ما بعرف كل منتخبات العالم بتحضر منتخباته وديان لتشوف هالمنتخب جاهز ولا موجهز طب انا اليوم عندي 3 محترفين 3 محترفين اللي ذكرنهم هسال والعم وابراهام و3 محترفين اللي حكينا عنو طب انا ما بدي شوفا نزلنا عنو مليون تريليون زليون فيديو ومليون منشور وحكينا حكينا عن اللاعبين طيب انا ما بدي شوف هدول اللاعبين شو ممكن يقدموا للمنتخب معقول المباراة ما تكون منقول تلفزيونيا معقول ما تكون منقولين على الفيسبوك إلى الآن إلى الآن بشأن نكون معكم صريحين ونكون صريحين مع بعض إلى الآن ما في شي مؤكد بالنسبة للنقل التلفزيوني ما في شي مؤكد يا جماعة حتى قناة دبي يا رب تكون قناة دبي منقولين يا رب نهالي يا رب لأن نفس القناة حاط لك الثانين فأنتي ما تفكر تتأكد من أو نفس البرنامج كاتب لك أنه الثانين على قناة دبي يعني ما عاد فيك تتأكد او تقول انه هاي الاخبار سادقة ما انه اصلا حطي لك موعد المباراة غلط فلزلك بالنسبة للنقل التلفزيوني الى الان ما فيه ان شاء الله يعني اذا احد الاشخاص موجود بالملعب نقدر نحضر بس مباشر على احدى الصفات او انا اذا صح لأحد موجود بالملعب يعمل بس مباشر كمان منكون له من الشاكرين يعني العالم وصلت للمريخ كرة القدم اتطورت يعني النقل التلفزيوني عيب ما عاد حدي حكى بالنقل التلفزيوني هذا موضوع عيب نضيع وقتنا فيه ونعمل فيديو ونحكى عن النقل التلفزيوني مفروض نحن يكون عنا قناة ننقل كل مباريات المتخبين كانت ودية او رسمية ما عنا ما عنا الاستطاعة لازم تكون صفحة اتحاد كرة القدم السوري هي اللي تنقل المباريات الودية في كتير الاردن صفحة اتحاد كرة القدم الاردنة بينقلوا المباريات بس مباشر كانت ودية او رسمية اكتر الاتحادات عبر اليوتيوب او الفيسبوك عندها صفحات تعمل بس مباشرة الا عنا نحن بنعد نتقتل دبي وهلا بكرة بل ما تبلش المباراة بربع ساعة بتخلص المباراة لكم بتخلص المباراة وانت عم تقلب ع دبي وعلى الامارات وعلى الاردن وعلى الكويت وقدي النتيجي وشو صار خلاص والله العالم وصلت للمريخ ووصلت للمريخ ونحن شقفة مباراة تسعين دقيقة ما نعرفانين ننعلى برجع بعد وكرر المباراة تلاتة ساعة سبعة بتوقيت دمشق بكرة 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 بالتوفي يا رب ترجمة نانسي قنقر